زيارة لرئيس الوزراء اللبناني حسان الدياب إلى الحدود مع سوريا وإعلان نية مكافحة التهريب البري أكثر من 150 معبر تهريب غير شرعي تمتد على طول الحدود اللبنانية السورية تمر من هناك مواد أساسية مواد استراتيجية يمولها مصرف لبنان بالدولار كالمشتقات النفطية والطحين قرى لبنانية كثيرة تقع جغرافيا داخل الأراضي السورية هي نقاط التهريب الأبرس هناك تداخل في الحدود تنشط عبرها عمليات التهريب على أنواعها على أن يميزها على أن ما يميزها هو سيطرة حزب الله المطلقة واستغياب أي نفوذ وسلطة لبنانيين رسميين السيطرة الرسمية اللبنانية على حدودها تكاد تنحصر بالمعابر الشرعية وحدها كنقطة المصنع الدبوسية مع برجوسية وأيضا تلكلخ طبعا هنا يبرز الحديث وتتطور أكثر الأمور نحو أن نأخذ نقاط جديدة نضيفها إلى ما يذكر هنا الاعتراض الذي يسجله يوميا حزب الله على المقترحات العديدة لضبط الحدود كانتشار قوات أممية أو تعزيز الجيش اللبناني لقبضته على الحدود محذرا مرارا وتكرارا من أن إقفال معابر التهريب هو بمثابة مؤامر على سلاح حزب الله الذي يمر من هناك وإلى سوريا وعلى سوريا أيضا التي تستفيد من مواد التهريب للنجاة من سيف العقوبات الدولية غير أن استمرار هذا التهريب يكلف الدولة اللبنانية أكثر بكثير أولا هي تخسر فرصة وأي فرصة في مساعدة صندوق النقد الدولي الذي يشترط وقف التهريب كما أن الكلفة الاقتصادية عالية فالكلفة الاقتصادية بحسب الخبراء للتهريب تبلغ حوالي مليار دولار سنويا تسرق من جيوب اللبنانيين متبقى سنويا أفضل